هذا اللي عم نسمع دايماً أنه وضعكم منهار هيدا بيأمن لكم بحبوحة معينة بهذا الانهيار بينما الغاز اللي عم تستخلجوا إسرائيل هو وجهة أوروبا وأحداً لا يمكن أن يوقفوا اليوم خليني سلم باللي عم تتفضل فيه هذا أول شيء نحن عنا من سوريا مروراً بلبنان وصولاً إلى مصر نحن بكل هذه المساحة لدينا 42 إلى 43 بالمئة من كل هذه المنطقة غاز ولدينا 21 إلى 22 بالمئة نفط يعني نحن الكمية الأكبر من الغاز عينها موجودة في لبنان لذلك عن شو عم نتحدث اثنين بالبلوكات الإسرائيلية الموجودة عند العدو هذه البلوكات لا تكفي لمالئ حاجة أوروبا لذلك الأوروبية تحدث اليوم أنه بده ينهي الملف لأنه التوتال هي أكثر شركة تعلم ماذا يوجد في لبنان لأنه هي نقبة عرفت كيف وهي دقت بير بس لحد الآن معطي التقرير التقرير اللي معطيه الحق عامل لا لا فيه تقرير موجود بهذا نفط كيف الحاكم موجود الإدارة لم تفصح عن هذا الإدارة ليش ليه ليه بيقول لك هذا بيمبيع يخي شو خاص بيمبيع طلع أقول للشعب اللبناني أنت شو طلع معك التقرير الفني طيب ما أقول طيب ما رجعنا على السياسة ما بعدنا نفس الموضوع من مفاوض فرنسا له ومين العلاقة الجيدة مع فرنسا علاقة الجيدة مع فرنسا أول شيء فرنسا معطي الأمريكي إشارة أنه قادر باللبنان أما في لبنان في عندك لقاءات دورية مع حزب الله اللي هو إسبوعيا كيف حزب الله بيكون ليس على علم بما يجري بما يجري بماذا بالمفاوضات مع هوكشتاين أصدر مع كل شيء بالدور الأوروبي والدور الفرنسي وهوكشتاين ما في حدا ما بيعرف في لبنان ما في حدا ما بيعرف وبعطيكي دليل بسيط جدا اليوم نحنا مش نحنا وعندنا مشكلة مع سوريا ببلوك رأم واحد واثنين طيب الشركات اللي موجودة بسوريا من هي شركات روسية والبلوك رأم واحد واثنين من ما ياخدو كمان الروسي طيب اليوم أيها الدولة اللبنانية شو بعدك ناطرة ما تطلع على سوريا وتحلي هذا المشكلة وحسب لجلة الترسيم شخص سوريا ما في عنا مشكلة نحنا بالشمال كمان سبعمائة وخفصية لا 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 مش لبين ما نوصل نجح نفتح مشكل جديد مش نفتح مشكل حسب لجلة الترسيم الكل يدرك شو مشكل سوريا يعني هلأ قصة استجارتها عبدها قانون قيصر وموفقات طيب بس هو لي يدرك اليوم انه التواصل مع سوريا بعده فيه مشكلة طيب مع عبرس شوفي طيب مع عبرس كمان قلنا نحنا من الالفين وسبع لذلك أنا برجع على مش نظرية المؤامرة ولكن برجع على التحليل اللي بقول انه نحنا كنا سويسرا الشرق بالستينات والسبعينات وهناك دول كانت جديدة وأصبح الأمريكي يمتلك هذه الدول تحديدا بالنفط فلذلك منع لبنان من انه يستخرج نفط وغاز لانه إذا بترجع على الستين وعالسبعين والآبار اللي انحفرت حتى البري وحطيت أنا مرة عطيتك خريطة لسبع آبار نفطية برية موجودة في لبنان منذ عام 1970 هناك الحرب الأهلية اللبنانية افتعلت من أجل عدم عدم وصول لبنان إلا أن يكون في نادي شو تغير اليوم لا يوصل لبنان إلى هذه المرحلة طلعي اليوم من المحاور لا ينقال أنه سار أنا الوقت لكي يستخرج لبنان الغاز الشعب مصدر كل السلطات شو تغير اليوم صلصا أن المنطقة رايحة على التطبيع هل سنذهب نحن باتجاه التطبيع غير المعلن هل هذا راح يكون باب من أبواب التطبيع هذا الواضح لماذا المفاوضات تعثرت وليس صار فيه كتير حكي بهذا الكلام نحن نقول أن نحن في لبنان آخر دولة ممكن أن تطبع أو توقع على الورق على الورق طيب هذا شو يضمن نحن بلد بهدنة طبعا ما في عندك عندك العمالة وجهت نضع بهذا البلد نحن قواعد الهدنة قائمة بالبلد مع العدو الإسرائيلي وما فيه يعني بس قائمة على تهديدات عم تكون بس فعليا ما فيه أي حرب ترجع إلى وين أنه فيه شعب نحن في لبنان مجموعة شعوب لو كنا شعب وكنا عندنا مواطنة ومفهوم المواطنة ما كنا وصلنا لهون مأة السيادة لا تتجزأ إذا اليوم أنا برجع بجي بدافع عن عميل قتل أخوته وقتل أبناء قريته وقتل أبناء مطقته ووطنه ويأتمر بأوامر العدو يعني بأوامر دولة تانية وبرجع بقول لني لا هذا ما أنه عميل طب أي على أي أساس كيف نحن بنا نوصل لمفهوم السيادة هنا حضرتك عم تحكي عن كلام البطريار مش بس عن كلام البطريار لا شوف بطريار كحالة عميحكي طالبا على ملأ أنه طالب بوقف تثبيت اللبنانيين لا هؤلاء ليسوا مبعدين هؤلاء ذهبوا بملء إرادتهم إلى هذا الكلام هو يتحدث ربما عن العائلات أكثر منه عن العملاء طيب دخلك بدي رجعك للشبطين خليني رجعك للشبطين مش كانت هي قاضية وأعطت أحكام مخففة جدا ورجع وتحكي عن وزيرات العدل طبعا ورجع كرموها وعملوها وزيرة طيب كتير منح ليش وقتها ما كان في حزب الله وما كان في مقاومة وما كان في ثنائي شيعي خليني يسميه مثل ما بيقوله لأنه نحن أكلناها بالجنوب تهجرنا وقتلنا من هذا العدو وتحديدا من هؤلاء العملاء اليوم كيف أنا بدي أجي أقول والله أنا أولادي راح وأنا أخوالي يراحوا لدعم يراحوا كيف بدي أولانا كيف بدي أعدانه هذا بمذاكرة التفاهم بين تيار وطن الحر وحزب الله رجعك على فرنسا خليني رجعك على فرنسا شو تم تسميتهم بمذاكرة التفاهم ست شباط شو تم تسميتهم شو تم تسميتهم شو تم تسميتهم مش سموهم مبعدين مبعدين لا يرجعوا طيب يعني ما سموهم عملاء حضرتك عم تقول كلهم عملاء طيب بس ما اليوم يوم هناك من يقول أنه إذا بطرك الرعي قال هيك بتقوم لإيامي أنه لأ كلهم عملاء بينما طب ما بوسيقى مكتوبة أسقط عنهم هذه التسمية من أسخط يتحمل بلا أعتقد أنه في حدا أسقط ما فينا كمان ترجمة نانسي قنقر